أم محمد من اليمن يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يعلقون المصاحف أو السور أو الآيات ما كانوا يعلقونها لطرد العين أو للتزين بها فتنبهي لهذا بارك الله فيك ولذلك من علق المصحف في السيارة أو في البيت بغرض طرد العين فهذه بدعة من البدع والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا من جنس التمائم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال إن الرقى والتمائم والتولاء شرك والمصحف ما أنزل ليتزين به وإنما أنزل ليقرأ وليعمل به بارك الله فيك